وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 116 طن مواد غذائية وغير غذائية هذا وضبطت الحملات الأمنية أيضا 25.5 طن دقيق أبيض في مجال حكب السلع الاستراتيجية و37.5 طن دقيق مدعوم وسكر تمويني في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط ما يقرب من 39 طن وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 521 قضية من بينها 74 قضية خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابقا للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد والتداول القمح المحلي فتم ضبط ثمان قضايا بمضبطات بلغت ما يقرب من 119 طن أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر